بعد الندوة الصحفية لنظمها الحزب التونسي وكشف فيها مستجدة جديدة حول وضع المفقودين وحمل المسؤولية لعدد من السياسيين الحاليين والسابقين بالحكومة ورئيس الوزراء الإيطالي السابق والقنصل التونسي بإيطاليا حول الغموث اللي لف وضع المفقودين حسام المشي نطلب بلدي ويه جيبونا أولادنا من السلطة التونسية استفهمات طرحت من قبل وما زالت متواصلة وبسيس من الأمل تبعث من جديد عند أهالي المفقودين بإيطاليا بعد أعلان الأمينة العامة للحزب التونسي ماري منور في ندوة صحفية للحزب على معلومات تفيد أن أغلب التونسيين المفقودين قابعين في السجون الإيطالية دون حل واضح لمشكلتهم واتهمت هنا القنصل التونسي بإيطاليا بالتخاذل في التعامل مع وضعية المفقودين سيرينا توفارينا اللي هو نيب إيطالي في البرلمان قال لنا أخذر إينا راني الحكاية ما نعرفش بالضبط لكن إنا جيت بش نشكي سمعت جين من تونس ناس جين مسؤول حزبي من تونس نشكيله من القنصل العام بتاعكم بيميلانو قطلوا تفضل قال لنا أنا بحكم خدمتي ندور على الحبوسات ونقابل المساجين ومارعني إلا أن المساجين التونسي من دوني غيرهم من الجنسيات الأخرى مينج مش مش تصلوا بعائلاتهم قطلوا أنا كيفاش مدخلنا أحنا يعني هذو ما مساجين في سجون إيطالية على أراضي إيطالية ذي أموركم الداخلية قالوا لي رحوا في قانوننا كيبدأ عنا مساجين أي جينب ويطلبوا بشكل معايلاتهم مينج مكال معايلاتهم لما يفاليدي القنصل المتاع بلادهم سي القنصل المتاعنا يرفض الاستجاب من جهتها أكدت عزيزة الكبسي محامية الحزب وجود قرائن للتعارض المفقودين للاعتداء وتعامد سولات الإيطالية عدم السماح المفقودين بمكالمة أهاليهم وأشارت أن الحزب رفع قضية ضد عدد من السياسيين معني أحنا ما نشقدين الراغو هو إتهام موجه مباشرة لشاخ السيلفو بيرلسكوني والبيجي قادة السبسي وحمادي جبالي وبمعايتهم هذوما السافير التونسي بروما القنصل العام بباليرمو القنصل العام بميلانو وحسين الجزيري وتوهيم العبدولي عليش الأطراف هذه الكل توجهت لها العائلات ومالقادش أجوبة تأكد لهم على مسير أبنائهم ونحب نقول لك حاجة العائلات هذوما مو وفقين أولادهم أحياء ولا أموت هم يحبوا مسير أبنائهم يتيقنوا من جهتها مواجهة عائلات المفخودي رسالة للحكومة الحالية بإعادة فتح الملف بصورة جدية في ظل المستجدات الجديدة نطلب للحكومة التونسية شفع فيهم الرسول يسيبوا لنا وليديتنا رانت شوينا رانت حرقنا رانت سبتنا أبدأ علي هنا أنا وبنتي حتى تقليف يستنفقتنا تفجعوا ريح تذكر مقعدش يدور لنا الأولاد اللي نكسبوهم شي 2011 القرص ممشيش من هنم الداخلية معناها فما الضغوطات من الحكومتنا نحن التونسية ولهذا نطلب منهم ونو يشفعوا الرب ويخزروننا رأي الكبد متاعنا تشوي تعامض من يشور منهم المرأة لأم المفقود راني نمشي هاي ما في الشيرة راني نبكي لنونار كين حي تصلي قلوا هذي مرة موجودين في السجون كين ميتوا قضاء وقدروا يعلمون يقولوا هما الأعضاء وهم الجثث نعنا هين بردو نقعدوش أحناك ما زال موضوع المفقودين بإيطاليا يطرح عديد الاستفهامات والأكيد أنه الأيام القادمة باش تزيد تكشف رؤى وحقائق جديدة